بسم الله والحمد لله و نصلي و نسلم على رسول الله و على آله و صحبه و من و لا حياكم الله و أهلا و سهلا بكم إخواني الطلاب و أخواتي الطالبات في التعليم المستمر للصف الثالث الابتدائي لمادة القرآن الكريم و الدراسات الإسلامية أجدد بكم الترحيب مرة أخرى في هذا الدرس و الذي سيكون بإذن الله تعالى استكمالا لتلاوة صورة القلم و ذلك من الآية السابعة عشر و حتى الآية الثامنة و العشرين بإذن الله تعالى و لكن قبل أن نبدأ في تلاوة هذه الآيات دعونا نذكر أنفسنا بآداب تلاوة القرآن الكريم فمن آداب تلاوة القرآن أن يكون الإنسان على طهارة و على وضوء عند مسه لكتاب الله كذلك من الآداب الاستعادة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم عند بدء القراءة و كذلك بالبسملة عند بدء الصورة كذلك من الآيات كذلك من الآداب الترتيل و حسن القراءة كذلك من الآداب التدبر و فهم الآيات و هذه الآداب من الهدي النبوي الذي كان عليه رسولنا صلوات ربي و سلامه عليه عند تلاوته للقرآن و الآن إخواني و أخواتي قبل أن نبدأ في درسنا و في مقطعنا الجديد دعونا نراجع و إياكم ما سبق تلاوته في هذه الصورة من الآية الأولى و حتى الآية السادسة عشر أريد منكم بارك الله فيكم فتح المصحف على صورة القلم و المتابعة معي أثناء القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون و إن لك لأجرا غير ممنون و إنك لعلى خلق عظيم فستبصر و يبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم بارك الله فيكم إخواني و أخواتي و بعد أن استذكرنا و إياكم هذه الآيات السابقة دعونا الآن ننتقل إلى درسنا و إلى مقطعنا الجديد سيكون في استكمال تلاوة هذه الصورة من الآية السابعة عشر و حتى الآية الثامنة والعشرين بحول الله تعالى الآن إخواني و أخواتي نبدأ سويا في تلاوة هذه الآيات فانتبهوا معي بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون بارك الله فيكم إخواني وأخواتي وبعد أن تلونا سويا هذه الآيات المباركات وقبل أن نستمع وإياكم إلى القارئ دعونا نعرج على أبرز وأهم الأحكام التجويدية في هذه الآيات من أبرز الأحكام التجويدية ما يتعلق بالميم الساكنة فمثلا في قوله عز وجل بلوناهم كما هنا ميم ساكنة وأتى بعدها حرف الكاف والكاف من حروف أحسنتم من حروف الإظهار بالنسبة للميم الساكنة كذلك المد تكرر هذا المد كثيرا كما في قوله عز وجل بلونا أصحاب ما نوع المد هنا أحسنتم مد منفصل لماذا؟ لانفصال حرف المد عن الهمز فحرف المد جاء في كلمة والهمزة جاءت في كلمة أخرى إذن هنا مد منفصل وحكم المد المنفصل نعم جواز المد بمقدار حركتين إلى أربع أو ست حركات أيضا من أبرز الأحكام في قوله سبحانه طائف هنا أيضا نلاحظ مد ما نوع المد هنا أحسنتم مد متصل لماذا؟ لاتصال حرف المد بالهمز في كلمة واحدة والمد المتصل حكمه نعم وجوب المد بمقدار أربع إلى ست حركات أيضا في قوله سبحانه وتعالى من ربك نون ساكنة أتى بعدها حرف الراء والراء من حروف أحسنتم الإدغام بغير غنة الإدغام بغير غنة إذن هنا ندغم النون الساكنة إدغاما كاملا في الراء من ربك أيضا من أبرز الأحكام التجويدية في قوله عز وجل إن كنتم نون ساكنة وأتى بعدها حرف الكاف والكاف من حروف أحسنتم الإخفاء إذن هنا إخفاء للنون الساكنة كذلك من الأحكام المهمة في قوله سبحانه وتعالى ألا يدخلنها نون ساكنة وأتى بعدها حرف اللام واللام من حروف أحسنتم الإدغام بغير غنة من حروف الإدغام بغير غنة أيضا من أبرز الأحكام في قوله سبحانه وتعالى لضالون هنا مد لكن ما نوع هذا المد أحسنتم هذا مد لازم كلمي مد لازم كلمي وقد شرحنا لكم وذكرنا سبب هذا المد وهو أن حرف المد أتى بعده سكون فاللام نلاحظ أن اللام مشددة والحرف المشدد أصله حرفان حرف ساكن وحرف متحرك فهنا لما أتى حرف المد وأتى بعده هذا الحرف الساكن فيأتي هذا المد اللازم والمد اللازم يمد بمقدار ست حركات بمقدار ست حركات هذه أبرز الأحكام التجويدية التي جاءت في هذه الآيات والآن إخواني وأخواتي دعونا نستمع سويا إلى القارئ فأنصتوا إلى القارئ بارك الله فيكم إِنَّا بَلَوْنَا هُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِثٌ مِّنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمٌ فَتَنَادَوْ مُصْبِحِينَ أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وَغَدَوْ عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَظَالُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمٌ فَتَنَادَوْ مُصْبِحِينَ أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وَغَدَوْ عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْ لَا تُسَبِّحُونَ بارك الله فيكم إخواني وأخواتي وبعد أن استمعنا وإياكم إلى القارئ دعونا الآن نعود إلى الآيات وننتقل سويا إلى معاني الكلمات قوله سبحانه وتعالى لا يصرمنها أي لا يقطعن ثمارها فأصبحت كالصريم أي أصبحت محترقة سوداء كالليل المظلم على حرد يعني على أمر مجمع أو مجمع عليه إنا لضالون أي أخطأنا الطريق إلى حديقتنا إذن إخواني وأخواتي بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام درسنا وبإذن الله تعالى نستكمل تلاوة هذه الصورة في الدروس القادمة بحول الله عز وجل إذا ذلكم الحين إخواني وأخواتي نلتقيكم على خير نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته